اناب صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح معارض الخليج للبناء والعقارات والديكور والتصميم الداخلي والأثاث لعام 2017 والتي انطلقت جميعها بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بتنظيم من شركة الهلال للمؤتمرات والمعارضة وبهذه المناسبة عرب معالي عن تشرفه بافتتاح هذه المعارض الثلاثة المتزامنة في آن واحد نيابة عن سمو رئيس الوزراء الموقر لافتا معالي لان حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية هذا المعرض سنويا يعكس اهتمام سموه بقطاع التعمير عموما والقطاعات الاخرى المنبثقة منها وقال معالي ان من حسن الطالع ان يتزامن افتتاح هذه المعارض والذي يعد الجانب العقارية ركنا اساسيا منها مع مواصلة مجلس نواب في جلسته التي يعقدها هذا اليوم في مناقشة مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المكون من اكثر من مئة مادة والمحال اليه من الحكومة الموقرة منذ مايو 2016 واضف معاليه بالقول انه من المؤمل ان يساهم مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري في اطفاء مزيد من الاستقرار والتنظيم لهذا القطاع والمهن المرتبطة به وان الحكومة الموقرة وبإحالتها هذا المشروع الى السلطة التشريعية يعكس سياستها القائمة على المراجعة الدعوبة لمنظومتها التشريعية ونظرتها الثاقبة في تعاطيها مع قطاع يتصف بالديناميكية والحيوية والمتغيرات المستمرة مثل القطاع العقاري واكد معاليه ان مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري يمثل خلاصة الجهد الحكومي المبدول في سبيل تضمين القانون المرتقب احكاما ومواد تواكب التطورات السريعة والطفرة الاستثمارية الهائلة التي شاهدها القطاع العقاري واكد معاليه ايمانه بالحكمة التي يتمتع بها مجلس النواب واعضاءه الموقرون في سرعة تمرير هذا المشروع والموافقة عليه وايحالته الى مجلس الشورى بالنظر الى همية القانون واثاره المستقبلية واثنى معاليه على جهود القائمين على هذا المعرض خصوصا وعلى الدور الذي يطلع به القطاع الخاص عموما في دعم وتعزيز صناعة المعرض المتخصصة والتي بفضلها اصبحت البحرين مقصدا للعديد من المهتمين من ابناء دول المنطقة والعالم مؤكد ان في الوقت نفسها ان الشراكة بين القطاعين العام والخاصة قد افضت الى نتائج مثمرة في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية التي تصب في صالح رفاه المواطنين ورحب معاليه بمشاركة العارضين الذين يمثلون 25 دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة الاخرى والذين سيكون في استطاعتهم تقديم منتجاتهم ومشاريعهم تحت سقف واحد الى الاف الزوار المتوقع حضورهم مشيرا معاليه الى ما تشكله هذه المعارض المجتمعة من فرصة للتعريف والترويج بإمكانية الاسواق المحلية والخليجية في قطاع البناء والعقار والتصميم الداخلي على نحو يكرس مفهوم الوحدة والتكامل بين دولنا وصولا الى تقديم منتجات ومشاريع تحمل علامة صنعة في الخليج من جانبه تقدم سيد أنور عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض بأسماء آيات الشكر والتقدير الى سمو رئيس الوزراء معربا عن سروره بما يحظى به هذا المعرض من اهتمام من لدن سموه الامر الذي يؤكد ما يوليه سموه من دعم واسناد للقطاع الخاص للقيام بدوره الدعم للاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر